السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنعمل التوفي مين فينا مش بيحب التوفي؟ كبار وصغار بيحبوه النهاردة هنعمله بمكونين اتنين بس مش هيخد منينا غير دقيق بسيطة خالص وما تنسوش تعملوا لايك واشترك بقية يا بنات اول حاجة هحط حل على النار وهو حط فيها ستة معيلة من السكر هنحركها من وقت التاني بالشكل ده لغاية ما يضوب السكر تماماً يفضل عشان يكون نجح معينا نحركه بس وما نستخدمش معلقة غير بعد شوية كده هنستخدم معلقة من الخشب خلاص كده داب معينا تماماً هنحط نص كباية من المياه هنضفها بشكل تدريجي والمياه تكون دافية علشان مكتل معينا السكر هو طبعاً هيكتل معينا اول ما ننزل بشوية من المياه بس مش مشكلة هنبتزي ان احنا نقلب ومع الحرارة هيبتزي فك معينا وناخد بالنا ان احنا ما نحرقش السكر يا بنات خلاص داب السكر ومياه مع بعض هضيف 80 جرام من الشوكولاتة البيضة اي نوعه يعني اشتري ارخص نوعه مفيش مشكلة خاصة 80 جرام بس وناخد بالنا ان السكر لو اغمق قبل ما ننزل فيه بالشوكولاتة هيمرر مننا ويخلي طعم التوفي متغير فناخد بالنا نخليه فاتح وانبتزي نقلبهم مع بعض بالشكل اللي انت شايفه ده لغاية ما الشوكولاتة تضوب تماماً مع السكر والمياه هنا خلاص دابوا مع بعض خالص وما بقاش في اي تكتلات هنبتزي نصبهم كده في اوالب وممكن ان انت تحطيهم تفرديهم على ورق زبدة وتبتزي ان انت تقطعهم تقطعة التوفي لما يجمد هو الوقتي بيبتزي يجمد معي عشان سبته شوية قبل ما احطه في الاوالب اللي عندي فبحتاج ان انا ايه يعني ان احنا نصبه قبل ما يبرد دي تلت الكمية اللي موجودة عندي ولسه في اده مرتين كمان ممكن ان انا اضطهم في اوالب بيجمد بحرارة الجو ومش بيحتاجي تحط في تلاجة او حاجة مجرد اقل من 10 دقايه وبلاقيه جمد واخد الشكل اللي انت شايفه ودي زي ما قلتلك تلت الكمية في اده مرتين كمان بس طريقته هي دي سهلة وبسيطة جدا وفيش ابسط من كده وهما مكونين بالاضافة للمياه وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو واتمن الفيديو يكون للاعجبكم ولو اعجبكم طبعا ما تنسونيش في لايك وفي اشتراك والسلام عليكم ورحمة الله